بعبارة فيرا بسم الله أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العنان لموسم جديد من صيد الأسماك في البلاد وذلك خلال حفل في ميناء ولاية جيرسون التي تستعيد عافيتها بعد عاصفة سيول أوقع الضحايا من سكان المدينة الأسبوع الماضي أردوغان وفي كلمة خلال الحفل تمنى للصيادين موسم خير وبركة مؤكدا أن ما سماه الوطن الأزرق التركي في إشارة إلى المياه التابعة لتركيا تبلغ مساحته 23 مليون ومئتي ألف هكتار ويحتضن أكثر من 18 ألف سفينة صيد في تركيا لا يقتصر صيد الأسماك على الأغراض التجارية فقط فتعدد البحيرات والإطلالات البحرية وجمالها الخلاب يغري الكثيرين لممارسة الصيد كهواية ومنهم العرب والأجانب المقيمون في هذه البلاد إلى أن أصبح منظر صياد الأسماك مع أدواتهم يشكل جزءا رئيسيا من جمال جسور إسطنبول وتتصدر مدينة إسطنبول مدن تركيا في أبرز أماكن صيد الأسماك ومن أبرز تلك الأماكن الخليج البحري في منطقة بشكتاش وأسكدار وبحيرة بيوك تشك ميجي وشاملار وجسر غلطة وخليج منطقة شيلة في الجزء الآسيوي من إسطنبول أما في شرق تركيا تتسهم هواية الصيد بوسائل أكثر متعة إذ تنشطوا هواية صيد السمك على الجليد خلال فصل الشتاء مع تجمد البحيرات والأنهار في منطقة يوكسيك أوفا في مدينة هكاري وما إن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لمستويات عالية حتى يتسابق مجموعة من الشبان دستياد السمك في الأنهار المتجمدة بعد فتح حفر في تلك الأنهار وتتوج هذه الأعمال برزق وفير من مختلف أنواع الأسماك